اشتركوا في القناة عن الشارع المصري ادارة الجودة يعني احنا بنعمل كل حاجة بنعمل رسيف بنركب عمود نور يعني كل حاجة موجودة ولكن الاتقان غير موجود ما بنوصلهاش الكمال في التنفيذ عندي مشكلة التنفيذ يعني ممكن يكون التخطيط والتفكير جيد ولكن تجد دايما الاشراف او الاستلام في مشكلة يعني حضرتك شو فيه الرسيف الـ 45 سنتي ده ده تفكير كان سائد انه عشان المخالفات اللي بتحصل وصعود السيارات فوق الرسيف تعالجوها بان يعلوا الرسيف يعني احنا بنفكر دايما في مشاكل السيارة وبننسى المشاة انا الاوان ودلوقتي التفكير كله ازاي نرجع الرسيف لاصحابه للمشاة حضرتك حتى العامل بتاع المرور اللي بيروح يركب لافتة مرورية بيروح يروح رشقها في نص الرسيف الرسيف ده ليه حرم حرم مشاة لا يجوزي بقى فيه اي عوائق فيه منتصف الرسيف لا يعلو عن خمستاشر لتمنتاشر سمتي القياسات بتاعته العالمية فيه مواصفات عالمية خلينا نقول ان احنا مشكلتنا الحقيقية ان الاشراف غير جيد او غير موجود الاشراف الفني السليم والادارة الجودة دايما عندنا اعتقاد وثقافة ان ما هو في الشارع وهو مباح لأي حاجة اي نوع مالة تشتغل اي حاجة انتو بقى في التنسيق الحضاري دوركم ايه في هذا الامر احنا دورنا فيه الاسس الفنية السليمة للرسيف والشارع ولمعالجة جميع تأسيس الشوارع موضوعة ويعني ونباشر حاليا مع محافظة القاهرة في تعاون يعني ان شاء الله النتيجة بتاعته يمكن تشوفوها قريب او لو فيه كاميرا تنزل تشوف وسط البلد اللي بيتعمل نباشر ده انا شخصين وقفة في الشارع يعني طرقت مش قاعدة في مكتب انا قاعدة في الشارع بشتغل بشرف وبشوف اصغر حاجة الاكبر حاجة عمود النور المائل بنفكه يعني حضرتك انا ازعم انو فيش عمود نور راكب عدل على تسعين درجة اي عمود نور لو دققتي هتلاقيه مائل لانه هو بيروح يركب وملوش دعو بقى عيدل ميدان عرابي ويعني ازعم برضو ان اول مرة يتم التعامل مع شارع في مصر شارع عام مش تبع مشروع او مش تبع او مش تبع او مشروع سياحي شارع عاجي بتاع الناس تعامل معه باحترام بنحترم كل المنت او كل عنصر بيوضع في هذا الشارع اه هو المواطن لما حيلاقي الامور كده ويلاقي انك لازم تعدي من عند المشاي يبتدي هو يحترم ويتعلم اللي برضو احترام القوانين واحترام القواعد واحترام الشارع هو احترام القانون يعني عموما في السلوك وفي التنفيذ يعني ايضا التنفيذ الفني لازم يقاطبكا للقوانين والكودز والقسس الفنية والسلوك بتاع الناس خلييني اقول لحضرتك ان احنا بنتعامل مع الناس بشكل غريب يعني انا بحط اسوار سميكة جدا حوالين الارصفة ان الناس بتعدي من اماكن صعبة مظبوط طب يعمل ايه يعمل ايه بالزبط لازم في اماكن لعبور المشاة لازم اديله اديله الامكانية وبعدين اقول له احترم القانون بشكورك جدا دكتورة سوهير حواس وستاذ العمارة بجامعة القاهرة